اشتركوا في القناة من مادة الفسلج العملي اللي هي تحت عنوان Seminal Fluid Analysis تحليل السائل المنوي الجزء الثاني بس للتذكير المحاضرة السابقة الأسبوع اللي فات شرحنا الجزء الأول من تحليل السائل المنوي وذكرنا طريقة الفحص الفيزيائي اللي هي كانت Macroscopic Examination Macro Not Micro الماكرو بالأي Macroscopic Examination واللي ضمنت عدة خطوات الفحص اللون فحص الابيرانس فحص الفوليوم إضافة إلى فحص البي ايش واللوكوفيكيشن الفيزكوزيتي هاي كلها كان ضمن الفحص الفيزيائي لعينة السائل المنوي أما اليوم رح نتناول الفحص المجهري لنفس العينة بما أنه هي فحص مجهري إذن هي طريقة والطريقة تحتاج إلى أجهزة ومواد المواد لإجراء هذا الاختبار ممكن أن تكون مواد مذيبة أو تساعد لي على تميوع العينة ممكن أحتاج إلى كولتر ميديا لغاية من عدها للتخفيف إضافة إلى مواد أخرى ممكن أنه نعامل بها العينة للوصول إلى العينة النموذجية أما الأجهزة بما أنه هو فحص مجهري إذن أحتاج إلى مجهر وهذا المجهر هو Light Microscope إضافة إلى أنه أحتاج إلى Slide وCover Slide أحتاج إلى Micro Bybit ممكن أحتاج إلى كونتينرات خاصة كل هذا ممكن نخليه بنظر الاعتبار بعملية الفحص المجهري لأي عينة من عينات جسم الكائن الحي فأول خطوة راح أخذ Preparation and Examination of Siemen Sample اللي هي التحضير والفحص للعينة شون أحضر العينة وشون أنقلها للفحص المجهري فبالبداية for example a drop 10 microliter of liquid through mixed يعني أول شي أحتاج إلى عينة سائل منوي متميعة تماما وعرفت أنا شون أميعة بدرجة حرارة الغرفة أو ممكن باستخدام الإنكيوبيتر أحتاج من هاي العينة المتميعة أحتاج 10 microliter أخذت هاي العينة وين أخليها أخليها على سلايد على سلايد الشريحة الزجاجية وهذا السلايد يحتاج لي إلى cover slide حتى يكون جاهز للفحص المجهري الخطوة الأساسية أو النقطة المهمة اللي لازم أنوه عليها أنه نوع السلايد هل هو أنه سلايد عادي أو سلايد متخصص لهذه العملية السلايد كالناس البروفيشنال بإجراء هذا الاختبار والمتخصصين بهذا العمل يستخدمون السلايد العادي اللي هو هذا اللي نستخدمه لفحص عينة الإدرار أو لفحص عينة الدم بينما المبتدئين يحتاجون إلى تمبر يحتاجون إلى سلايد أو شريحة رجاجية مخصصة للعدوى حساب المكونات الداخلية الموجودة داخل العينة من ضمن هذه السلايدات هي نيبر كاونتينج تشامبر هذا السلايد الخاص لحساب كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء اللي أخذناها بالفصل الأول فممكن أنه أستخدم السلايد العادي وممكن أستخدم نيبر كاونتينج تشامبر فأخلي القطرة داخل السلايد وبعدها أغطيها للكوفر السلايد شيء آخر لازم أنه علي لازم تكون السلايد والكوفر السلايد ورم يعني دافئة مو باردة مو أنا أخليها بغرفة درجة حرارتها كأن تكون عشرة أو كأن تكون تسعة أو تكون واحد وبعد أجي أخلي عليها العين لأن ممكن تسبب لي شكل المكونات الخلوية الموجودة داخل هذه العين فيفضل أن تكون دافئة وأخلي عليها العين وأغطيها بالكوفر السلايد وأنقلها تحت المجهر الآن الخطوات إن شاء الله واضحة ومفهومة أنتقل الآن للإجزام الفحص الشون أفحص العين طبعا أبدأ أيضا بالتدريج وأنت هي عند القوة التكبير هي 40x المغنيفاي مالتها الهاي بوور هي هاي 40 تمام لفحص جميع مكونات العين إضافة إلى الفيلز الموجودة داخل العين الفحص المجهري أول خطوة يعني ألاحظها بهذا الفحص هي number one the sperm concentration تركيز عدد الحيام والنطف داخل أو النطف داخل العين فخلي نشوف الـ sperm concentration طبعا بعد ما أحسب وألاحظ تركيز الـ sperm داخل العين الوحدة النهائية إلى هي concentration per milliliter per milliliter يعني مثلا نقول حسابتهم طلعوا لي 5 million per milliliter أو 20 million per milliliter ها سنتهت من الوحدة خلي أشوف شون أشوف التركيز مال الـ sperm under microscope طبعا الـ sperm concentration per milliliter was reported from the mean number of spermatozoa in 10 random microscopically filled and multiplying the mean number by factor of 1 million the total sperm count and ejaculated was obtained by multiplying sperm concentration by semen volume over 15 million sperm per milliliter is considered normal يعني هذا البرغراف اللي قرأنا أنه يتم حساب عينة السائل المنوي أو تركيز النطف بهذه العينة أنه أختار 10 field يعني 10 خطوات أو مجال ممكن أحسبه under microscope وأشوف شقد عدد النطف طبعا كل نطفة ستعادل مليون أحسب 1 2 3 إلى أن أوصل 1000 أوصل 9000 أوصل إلى 10 000 أوصل للمليون لا كل sperm وحدة ستعادل مليون مثلا أنا بهذه 10 field حسبت عدد الحيوانات المنوية طلع عندي 25 فأكتب 25 أضربها في مليون ستصير 25 مليون والوحدة ماتي مليون بير مليلتر راح تكون 25 مليون بير مليلتر in semen sample التركيز الطبيعي للعينة إذا أكثر منه 15 راح يعتبر normal حسب منظمة الصحة العالمية تقول العشرين هي perfect 20 مليون بير مليلتر سيمن سامبل راح يعتبر perfect وراح يعتبر healthy هنا نطينا مجال إنه نقول إذا أكثر منه 15 راح اعتبر normal إذا أنتقل للfigure number one راح أشوف normal أقل منه 15 مليون بير مليلتر وإذا الرينج هيكون من 5 إلى 14 راح اعتبر mild معتدل من 1 إلى 5 مليون بير مليل راح اعتبر moderate يعني يعني يتوجب علي الحذر أنه راجع الطبيب وإذا أقل من واحد راح اعتبر severe إذا لاحظ نقول يعني بعض الأزواج أنه يقول طلعت النسبة مات صفر يعني الشديد اللي ما بي أمل صفر فهو نفسه السفير اللي هو أقل من الواحد اللي هو أقل من الواحد يعني شنو يعني صفر إذن هذا البيشن مات مصفر وغير قابل على الأخصاب والإنجاب وبالتالي أسمي infertile هذا فيما يخص البيشن نمبر وان إن شاء الله تكون سهلة وتكون مفهومة الآن انتقل البيشن نمبر تو انتقل إلى الاسبرم موتيليتي معناها حركة الحيوانات المنوية داخل العين طبعا الحركة بعد فحص العين رح أشوف إنه حيوانات منوية تختلف بعضها عن البعض الآخر بطريقة الحركة بطريقة شق الطريق فبالتالي رح تتقسم اعتمادا على هذا الموتيليتي المفهومة اللي طرحت الى عدة أصناف أو أنواع أو ممكن أسميها كلاسز فهذا رح أشوف شنو التقسيم يعني إذا أريد أقيس سرعة الحيوانات المنوية لازم يكون ضمن الرو تامبري بدرجة حرارة الغرفة العادية من 22 إلى 25 درجة مئوية The number of motile spermatozoa in the 10 randomly selected field was counted away for cover slip added at least 200 sperm were counted the mean number of progressive motile spermatozoa was calculated sperm grade activity was defined as that with a fourth progressive motion the motile of spermatozoa was great as shown in table 2 يعني sperm motility الحركة طبعا ايضا اعتمد على 10 field اللي تم حساب بها تركيز السpermatozoa نفسها اختار 10 ايضا رندم لي واشوف بها حركة النطف حركة النطف راح تتقسم لي الى 4 حركات طبعا هاي الارواع حركات راح اللاح اللاح تحت المجهر راح اشوف هذه الحركات وراح اميز ها وراح اصلا انت تعرف هذه نوع من الحركة فالحركات تقسمت اعتمادا على الجدول number 2 اللي هي A B C D ال A معناها sperm with progressive motility these are the strongest and soon fast in a straight line اذا الاحظ نطفة او سبرماتوزوة تتحرك تقدمية progressive يعني انه تتخذ طريقها متقدمة ماكو تراجع ولا اكو يمين ولا يسار اذا حركتها تقدمية خطية liner وراح تاخذها بشكل مستقيم قلت لا يمين ولا يسار اضافة الى انه strong قوية and faster سريعة اذا grade اي تقدمية امامية مستقيمة خطية اضافة الى انه قوية وسريعة اذا شفت نطفة تحتويلي على هاي المواصفات رح اعتبرها progressive and grade اي انتقل الى b non-liner مخطية مخطية بس هي progressive اوكي progressive اضافة الى حركتها curved يعني non-liner but هي progressive متقدمة اضافة الى انه حركتها curved اذا اقول لك قارنلي بين grade a وgrade b انت لازم تعرف انه grade a straight line liner strongest faster و progressive بين ما b curved و progressive non-liner واضح انتقل الى c c حركتها موضعية locally انه تفتر دائر ما دائر نفسها اما grade d هي non-motile بما انه غير متحركة رح يسموها dead sperms النطف الميتة اذا الاحظ الفيجر 2 رح اشوف normal forward progressive حركتها خطية امامية اما abnormal mod التي رح اشوفها غير طبيعية خلي نوضحها بالرسمة grade a رح تكون a رح تكون خطية مستقيمة b رح تكون بهالطريقة zigzag او curved اما c رح تكون موضعية او diar ما diar نفسها اما d فهي ميتة غير متحركة هذا فيما يخص ال sperm motility and grade activity ان شاء الله سهلة وواضحة انتقل الان الى page number three page number three تحتويني على WHO parameters رجعت علي حتى اذكركم واغل لكم انه ال concentration خلي ايش ال concentration والactive motility لحد الان هي ضمن microscopic examination of semen sample اذا لاحظ الconcentration هو 20 مليون sperm per مض اما الactive motility رح تكون 50% اللي هي progressive يعني تشمل لأيو بي لازم تطلع للنسبة 50% بعد الحساب بالعشر فيلدات العشوائية اللي تم اختيارها من قبلك الحساب لازم تطلع النسبة مالتهم 50% حتى اقول انه هذا هذه العينة هي normal state هذا فيما يخص الconcentration ويخص active motility of sperm داخل عينة السيم sample طبعا اللي هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم اي سؤال او اي استفسار ممكن ترسلني على موقع الجامعة الالكتروني واني رح اجاوبك عليه وبالتالي رح نكون على تواصل مستمر الله يخليكم اعزائي طلبتي انه اي سؤال حاول ترسلني على موقع الجامعة الالكتروني لا تخلي السؤال بذهنك ويتراكم عليك وبالتالي تقول اني ما فهمت المحاضرة فراسلني حتى لا يكون عندك اشكال بحفظ المحتوى المحاضرة لذلك الوقت وملتقانا بمحاضرة ثانية اشكركم وتحياتي اليكم ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر